اشتركوا في القناة بارية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم اعلنت الاجهزة الامنية في محافظة مارب تفكيك عبوة ناسفة زرعت على خط الجوف الصحراوي وضبط احد عناصر الخلية الارهابية المتخصصة بتفجير وتفخيخ الاطقم العسكرية بالعبوات الناسفة ونقل الموقع الالكتروني لشرطة مارب عن مصدر امني قوله ان فريقا هندسيا تابعا لقوات الامن الخاصة في مارب تمكن من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على طريق المسافرين المعتاد عبر الصحراء ما بين الجوف ومارب وعوضح المصدر ان العبوة المفككة مصنوعة محليا وتشبه العبوات التي تصنعها ميليشيا الحوثي ومزودة بكاميرا للانفجار بمجرد مرور اي جسم من امامها اضافة الى احتوائه على جهاز حساس للانفجار عند اقتراب اي جسم او اللمس الموصل بوتر يفعل العبوة قال رئيس لجنة المفاوضات الحكومية بشأن الاسرى والمختطفين هذه هيج ان قرارات الاعدام التي اصدرتها ميليشيا الحوثي اخيرا بحق المختطفين في سجونها خطوة تسعى من خلالها لافشال المفاوضات واعاقة اي تقدم في الملف واوضح هيج في تغريدة على تويتر ان ميليشيا الحوثي تستخدم ملف الاسرى والمحتجزين كورقة ضغط وابتزاز سياسي فرضت ميليشيا الحوثي الارهابية اجراءات تعسفية جديدة تحد من اي تجمعات مهما كانت المناسبة الا باذن منها ووجهت ميليشيا الحوثي تعميما الى ملاك ومدراء صالات وقاعات الافراح والمناسبات تلزمهم بعدم اقامة اي احتفالات لاي مناسبات الا بتصريح من مكتب الثقافة بالامانة اقدم مسلحون حوثيون على قتل والدهم ضربا حتى الموت في مديرية المدان بمحافظة عمران واكد مراسل سهيل مقتل المواطن علي عبدالله سرور من ابناء الاهنوم على يد ابنائه ضربا حتى الموت وقال مراسل سهيل ان الجريمة وقعت على خلفية نصيحة الاب لابنائه بعدم الذهاب للقتال مع ميليشيا الانقلاب الحوثية استشهد جندي واصيب خمسة اخرون من افراد الامن في استهداف شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة ايرانية الصنع صباح اليوم الاثنين على نقطة امنية في موريس بمحافظة الظالع وقال مصدر امني ان مسيرة حوثية نفذت غارتين على افراد النقطة الاولى اثناء تجمعهم لتناول وجبة الافطار الثانية وذلك خلال محاولة اسعاف الجرحى والمصابين ما اسفر عن استشهاد الجند قاسم قائد صالح المخبا فيما تعرض بقية زملائه لاصابات متوسطة وخفيفة خوفا من تنام الغضب الشعبي وسيرا على النهج الخميني لجأت ميليشيا الحوثي الارهابية الى اضعاف خدمة الانترنت في مناطق سيطرتها وقالت مصادر مطلعة ان ميليشيا الحوثي شددت عمليات الرقابة على الشبكات المحلية في مناطق سيطرتها وصولا الى الغاء شبكات الانترنت بشكل نهائي في قرى عدة بمديرية عنس بمحافظة ذمار تحت مزاعم وهمية اكدت تقارير صادرة عن مكتب الامم المتحدة لشؤون الانسانية وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الامم المتحدة للسكان ان استمرار النزوح في اليمن والفقر وتعطل سبل العيش والوصول الى الخدمات العامة تؤكد الحاجة الى حلول دائمة للنزاع وقالت التقارير ان مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية قدرت ان هناك سبعة ملايين ونصف المليون شخص يمني يقيمون في مساكن غير كافية ويعيشون غالبا من دون ادوات منزلية اساسية واشارت الى ان هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 2% منذ اوائل العام 2022 اكد مرصد الحريات الاعلامية في اليمن توثيق 89 حالة انتهاك ضد الحريات الاعلامية خلال العام 2022 وقال مرصد الحريات في تقرير ان الانتهاكات تنوعت بين القتل والاصابة والاعتقال والاعتداء والسهداف مؤسسات اعلامية واوضح المرصد انه بالاضافة الى مقتل الصحفيين فواز الوافي وصابر الحيدر تم رصد حالة اصابة واحدة وثلاثة عشر حالة اعتقال وثمانية عشر حالة اعتداء وثلاثة عشر حالة تهديد وتسع حالات احتجاز صحفيين على خلفية عملهم الاعلامي وثلاث حالات تحريض انتزع مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام التابع لمركز الملك سلمان تسعمائة وتسعة وستين لغما خلال الاسبوع الرابع من شهر ديسمبر الفين واثنين وعشرين كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في عدد من محافظات البلاد قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري ان الاستثمار الرياضي يعد واحدا من اهم الاستثمارات الاقتصادية التي يعول عليها في النهوض بالعمل الشبابي والرياضي واوضح البكري خلال افتتاحه يوم امس ورشة آلية العمل المشترك في تفعيل التسويق والاستثمار الرياضي ان الاستثمار في المجال الرياضي والشبابي يعتبر مرتكزا اساسيا وعاملا مهما للدفع بعجلة الرياضة والنهوض بها ودع البكري المشاركين في الورشة الى الخروج بافكار وبرامج تساهم في الالتقاء بالعمل الاستثماري في الاندية الرياضية والمحافظات ووضع الآلية المناسبة لجلب رؤوس الاموال للعمل انطلاقا من كون الاستثمار واحدا من اهم مصادر التمويل المشروعات التي تستهدف التطوير والنهضة في مختلف القطاعات الشبابية والرياضية والثقافية وغيرها وزع الهلال الاحمر اليمني فرع المهرى مواد ايوائية ونظافة على سبعين اسرى من المتضررين في حريق مخيم المهمشين على خط المطار بمدينة الغيظة وثمن مدير عام مديرية الغيظة سالم عوض سعيدان دور القائمين على جمعية الهلال الاحمر اليمني فرع المهرى واستجابتهم اثناء وقوع الحريق وتدخلهم بتوزيع مواد ايوائية وادوات مطبخية ونظافة شخصية ودعى منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم لشريحة المهمشين والنازحين والوقوف معهم في هذه الكارثة من جانبه قال امين عام الهلال الاحمر اليمني بالمهرى عبد الرحيم مطران ان فريق الهلال الاحمر بذل جهودا كبيرة لاسعاف المصابين الى مستشفى الغيظة المركزي الى جانب رجال الدفاع المدني واخلاء الاسر من مكان الحريق وتوزيع مواد ايوائية وادوات مطبخ ونظافة شخصية صباح اليوم ناقش اجتماع موسع بمديرية الغيظة آلية تنظيم العمل الامني والجمركي في ميناء نشطون وتجديد الرقابة على دخول السيارات عبر الميناء واثق الضوابط والقوانين الجمركية المتعرف عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة جاء ذلك خلال ترأس الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرى اجتماعا موسعا بعدد من الادارات المختصة بعمل الميناء لمناقشة تنظيم العمل الامني والجمركي في ميناء نشطون واقر الاجتماع جملة من المعالجات الهادفة الى تنظيم العمل في الميناء والتنسيق مع كافة الاجهزة الامنية والعسكرية المتواجدة فيه كلا بحسب اختصاصه لتنظيم العمل الرقابي والجمركي وجه امين عام المجلس المحلي بالمهرى باعتماد اوعية ارادية جديدة لرفض صندوق التنمية البشرية بهدف ضمان استمرار الصندوق في دعم الطلاب من ابناء المحافظة جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا مع المدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية واعضاء مجلس ادارة الصندوق لمناقشة اوضاع الطلاب الدارسين في الخارج ووقف الاجتماع على اوضاع الطلاب الدارسين في الخارج والصعاب التي تواجههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة الى جانب مناقشة تعديل لائحة الابتعاث واقتصارها على التخصصة النادرة التي تفتقر لها المحافظة دقائقنا للاخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله